المحور الرابع التنقل الدرس الرابع التنقل في الجو أتعرف هناك حيوانات تتنقل في الجو عن طريق الطيران بواسطة أجنحتها طائر يحلق وقد بسط جناحيه طائر يضرب الهواء بجناحيه للطائر ثلاث حركات في تنقله يقلع يطير ويحلق يسف إقلاع طيران هبوط الطائر يركز الطائر يقلع الطائر يصف الطائر يحط أتدرب رأى سامي طائرا يحلق عاليا فتساءل عن الأعضاء التي تساعده على الطيران ألاحظ الطائر الذي رأاه سامي أولاً أقرأ الجملاء وأتخير الإجابة الصحيحة يتنقل الطائر في الجو بواسطة قائمتيه يتنقل الطائر في الجو بواسطة جناحيه يتنقل الطائر في الجو بواسطة ذيله يتنقل الطائر في الجو بواسطة جسمه المغزلي أحسنتم أحبة الصغار الإجابة هي يتنقل الطائر في الجو بواسطة جناحيه ثانيا ألاحظ الصور وأذكر اسم الطائر الذي يستطيع الطيران من بين الطيور التالية بطة عقاب ديك ديك رومي نعامة ممتاز الإجابة هي الطائر الذي يستطيع الطيران هو العقاب ثالثا أميز الحيوانات التي تتنقل بالطيران وأحيطها بخط مغلق بومة حمامة عصفور دجاجة نعامة سقر فرخ طاووس أحسنتم يا صغاري الإجابة تكون كالتالي بومة حمامة عصفور سقر طاووس رابعاً أجيبوا بنعم أو لا البطة لها جناحان وتطير الخفاش لا يطير الطاووس الطاووس له جناحان ويطير لا الخفاش لا يطير لا الطاووس له جناحان ويطير نعم صغر حجم الطير يساعده على الطيران لا خامساً من أنا؟ أطير وليس لي ريش بجناحي ولا تتعجب إذا قلت لك أنني حيوان ولود فمن أكون؟ ممتاز الإجابة هي أنا طائر الليل أنا الخفاش سادساً أنسخ الرسم وأكمل تعميره واحد أتوسط الزهرة ويرمز اسمي إلى السلام؟ إثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة نمط تنقلي سبعة وثمانية الوسط الذي أتنقل فيه ممتاز ممتاز الإجابة هي واحد أتوسط الزهرة ويرمز اسمي إلى السلام؟ حمامة إثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة نمط تنقلي طيران سبعة وثمانية الوسط الذي أتنقل فيه جو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر